موسيقى 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 السلام عليكم حبيباتي كراكم انشاء الله نلقاكم بخير بصحة جيدة هذا القناة نلقاكم بخير اليوم جبت لكم الاتورت السلق بالطم يعني خبزة السلق بسم الله عندي هنا مقادير هنا عندي مغرفة تاع ماكلة تاع خميرة الخبز مغرفة تاع سكر تاع قهوات تاع سكر وزوج مغرفة تاع ماكلة تاع الفارينا وهنا نصح ليب ونصمة نخلطوا في الكس يعني نصح ليب سائل ودافي ونصمة وهنا عندي نصح زيت قطيت على الفارينا والملح نضيفه قبل امتي لوفا من نسبة قبل في الحليب والماء قطيت لكم يكون دافي ونزيد الزوج مغرفة تاع الفارينا ونزيد مغرفة تاع المكلة تاع الخميرة ومغرفة تاع قهوة تاع السكر هذه هي ونخلطهم بسم الله نخلطهم يعني سمحوا لي نخلطهم تخيبيان ونخلطهم يتفعلون مدة خمسة تقايب ونخلط نخلطهم كي نعاون نستلوفها ونخلطهم ونخلطهم ونخلط هذه الفارينا ومع الخميرة تتخلط ملح ونغطيها ونخلطها مدة خمسة تقايق ونخلطهم بعد ما تفعلت خمسة تقايق ونخلط دكوش هنزيد بسم الله هنزيد هذا كنس كاستاء الزيت ونزيد بسم الله نعبر الفارينا نعبر لكم ونحن نقوم بإضافة ونحن نقوم بإضافة ونخلط 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 الزيت مع الخميرة بالفوة ونضع ونخلط ونزيد ونزيد نجده ونضع وننضع ونضع اللعنة ونضع ونضع بالفوة نخلطه نخلطه بالكاس واحد ونخلطه تخيبية نجيب معي المغرفة نحعل الكوية ونزيد الكاس الدزيام نفرق شوية ونشوف ندمز المغرفة نضيفه 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 نضيفها نضيفه 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 فعرف يسعرها بالضفاء ثم نزيد الملح منذ ملح وهو الخبز ثم نعمل نزيد قليلا زيج كسان والقاص الثالث من قليلا نزيد من المرة بمبه سوف نضيف الفارنا نحن أفضل كمالة في السيم أفضل كمالة في السيم نمزل سوف نحبطها نقوم بلونت خباي نحيها التبسيم سوف نعجنها شوية برك يعني باش تتخلط لي مع هذي كفارينا نضيفه و بالتطور نضيفه تقوم بشدة التبسيم فيها فرطة و نضيفه هذه الكفارينا مجدد يحتاجونُّه تم تستقبل هكذا نضيفه ثم نضعها في الطبسي نضعها للطبسي ونغطيها هذه هي عجندها خمسة دقائية حتى ترى شدة روحها ثم نضعها للطبسي ونجعلها تخمر نغطيها ونقل كوش حتى شدت لي الوقت في التخمر أنا عندي الحشوة التي سوف نضعها في الداخل ثم نضع مقلة نضع زيت قطعت بصلة يعني متوسطة قريب صغيرة قطعتها مربعات نضعها 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 قليلا ونضعها قليلا بالتوم المجفر قليلا قليلا قطعتها وقضعتها نضع ela قطعتها نقلي قبل قليلا بسلق لكن هذا السلق دبلته في المقلة بلا الملح دبلته بلا الزيت قطعته صغير 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 وعطيته باللطة وخليته شونا كنت عارفه السلق بلخ في القراضه وكان لازم نحتطي قبل هذا السلق باش نرمي هذا السلق قبل قليل ثم قليل ثم قليل قليل كراميليزة نضع الملح هذا السلق ينضيف الملح بل نضيف حساب نضيف حساب كذلك اعطيت كراميليزة لنضيف الكراميليزة عبر ذلك لنضيف ملح كيف يخرج السلق حتى نضيف ملح حتى يفعل كبير نضيف الملح بعد ان يضيف الملح ثم عملك و تركيز اللقاء نضيف الزيت ثانية نضيف الزيت ثانية فرن تفضل السبغ سوف تضيف الزيت ثومة و تضيف الأسود و تضيف البصل و تفضل الصمف من الماء بعد الماء يتعلم الى الماء تضرب الى الماء تصبح الى الماء الى الماء يكون الماء الضحة نضيف الماء وضيف الماء نضيف النطاق نضيفه نضيف فروماج نضيف فروماج نضيف فروماج نضيف خلط الوقع نضيف حالك نضيف فروماج بعد أخمره نضيف حين دقيقة نضيف 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 الموز نضيف الحليب نقسم الحليب نضيف الحليب نضيف الحليب نضيف الحليب نضيف الحليب نضيف الحليب بسم الله نضيف الجنة وسنضيف الحليب بعد أن نضيف الموز por mia خطأ السلطة نقشar نقوم بعمل هذه القطر من 30 سنتيمتر ونضع هذه القطر ونضع هذه القطر نحلها رقيقة سمك الوقت ونضع هذه القطر ونضع الخمير سهل نضعها طويلة هذه هي نسينا نجبدها شوية كي نشوف اللي ماشي ولا هابط يعني هاد اللقات تعاونكم اللي الاستيكي نجيبها ديك الحشوة اللي قدرناها بردت عشو وجدناها باش تبردلن هذه نحطها هنا نبسطها نمشيها بلا كوير بالمغرفة هذه خبزة السلق انتغت برومياء انتغت بالطب ممكن نشوف هنا ملحقت الليش اللي كوان بيان سي كيفاش ساويها ثم ثم ساويتها قصة ونشان الفورتعي نسيت مقصة الكمش ونزيت نحلها بولدوزيام يعني العجينة قسمناها نص ونزيت نحلها ثانية كيفية لتعاوني ساعدت 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 مقصة ساعدت مقصة ساعدت ساعدت السلق ساعدت 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 ثم مقصة ساعدت ثم ساعدت ساعدت اضفها ساعدت ساعدت داخل نخرجها للبرة وبعد ذلك نجيبها داع هكذا نهبطهم يجبوني قد تغلق لكي تصدق هكذا نجد هذا لكي تعاونكم ترى معي مراحل لكي ترى لكي ترى هذا الكويت هذا كيفية سهلة تتطوعني هذه دغتة لنزر نرفض هذا البيئ البيئة ونزر نحن نضع هذه دغتة لنزر نضع لنزر 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 هذه نضع صفر بيض نضع صفر بيض لنزر لنزر ونزر لنزر ونزر نضع 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 تأكلها في الصيف ونزر 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 جبت المغرفة أحبت أن نضع ديتخي نضع لنزر لنزر ونزر لنزر في الصيف وهكذا جزء وقمت على الوقت ونزر لنزر لنزر ونزر 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 هنا سنضع قطعه في الوسط حتى لنضع ميني يخرج فيها الهوة ونضع هنا جلجلان ابيض كما قدرنا في الميني همبورجر ملح ثانية جلجلان في الساف الكالسيوم لا يشرب الحليب فيه فوائد وندخلها كمع الخبز هذا نضعها قليلا ثانية جلجة أو ثانية جلجة نريد أن تفاصل هذه حبيبتي بعد خمرت سنضعها في الفور 180 درجة ونضعها في الوسط في الوسط على الفور هذه بلا فونتيري نظر ثقن طفيعة كيف طيب ان شاء الله إنه قلشتها حمارة من التحت من الفوق ما زال نضعها من الفوق ستو يعني ليس هجا وارا أليك حبيبتي لا تستطيعي لدرتها معكم بالسلق والطن خرجت هيلة خفيفة وهشيشة إن شاء الله تكون عجبتكم ونفعتكم لا تنسوا تشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم الجديد ودمتم في رعاية الله وحفظيه في فيديو واحد آخر إن شاء الله موسيقى